كهربا مش هيدخل الاهلي تاني ودي اواخر ايامه داخل القلعة الحمراء ورغم الانجاز اللي حققوا الفترة الاخيرة داخل المستطيل الاخضر الا ان كله الا اللي عمله ما يتسكتش عليه الخطيب جاب اخره من كهربا وخياره بين حكتين وخلاص مصير كهربا تحدد ونهايته قربت فيترى ليه الخطيب زعلان منه كده وهيتخلى عنه هل المستشار السبب فعلا؟ ازدى ضرب عصفرين بحجر واحد وخد بطاره من الخطيب وكهربا في نفس الوقت من بعد ما حصد الاهلي لقب دوري ابطال افريقيا اتقال ان الاهلي هيقدم مكافأة الكهربا بسبب تقلقه في كل المباريات الاخيرة وهيقف جنبه وهيساعده في دفع الغرامة وقبل كل مباراة الجماهير بتبقى حيرانة كهربا هيشارك ولا لا بسبب الغرامة ومباراة تجيب مباراة لحد ما حصل للكل كان خايف منه الاهلي مش هيساعد كهربا وكفاء الحد كده والخطيب زعلان منه على اخره وقرر يعرضه للبيع وينهي الازمة دي خالص ويا دار ما دخلك شر ودل اكده النقد الرياضي ابو المعاطي زكي وقال ان فيه اتفاق داخل الاهلي على بيع كهربا مع نهاية الموسم بسبب ازمة الغرامة المفروضة عليه لصالح الزمالك وان كمان فيه حالة من الاستياء والغضب على المسؤولين في الاهلي وتحديدا الخطيب من تصرفات كهربا وانه بيماطل في دفع الغرامة من فترة كان فيه اتفاق بين ادارة النادي الاهلي وكهربا على تحمل النادي بشكل غير رسمي لنص قيمة الغرامة المفروض على اللاعب من قبل الفيفا واللي هي 2 مليون و500 ألف دولار يعني حوالي 75 مليون جنيه الاهلي كان اتفق مع كهربا وقتا دمامه للفريق ان اي ازمة تحصل هيكون هو المسؤول عن حلها لوحده واللاعب وافق على الشرط ده لكن اللي حصل غير كده خالص ومش معنى ان الاهلي يوقف جنبه انه طرف في الازمة الحقيقة ان الخطيب عداه العيب وعمل بالاتفاق وجمع 50 مليون جنيه لمساعدة كهربا في دفع الغرامة من محمد الجارحي عضو مجلس ادارة النادي الاهلي واللي دفع 20 مليون جنيه ومحمد الدماطي عضو مجلس ادارة القلعة الحمراء اللي دفع 15 مليون وال15 مليون الباقيين من اصدقاء الخطيب وقال له احنا عملنا اللي علينا والباقي عليك يا بطل لكن كهربا حاطت ايده في المياه البردة ومبسوط باللي بيحصل وخاصة انه متقلق في المطشاط وده بيغيز المستشار اكتر خاصة ان الغرامة دي هتحل الازمة المالية في الزمالك الى حد الماء مش سهل على الاهلي يفرد في كهربا وكولر متمسك بيه لكن مفيش حل قدامهم خاصة انه قدام كهربا مهلة حد يوم 3 اغسطس لو ما دفعش الغرامة هيتوقف تاني لمدة 6 شهور لكن شومير اكد في برنامجه ان كهربا هيعمل اللي عليه وهيجهز الايام اللي جاية مذكرة قانونية ايشرح فيها موقفه من دفع الغرامة وهيطلب مهلة جديدة وده قبل مباراة القمة لحد ما يشوف هيجيب الباقي ازاي لكن الاهلي مش حمل مشاكل تاني من وراء ازمة كهربا والخطيب خلاص قرر يعرضه للبيع في احد اندية الخليج وتحديدا في الامارات علشان يلحق يسدد الغرامة قبل ما يتم ايقافه تاني والازمة كل مدى بتتعقد اكتر ومش قدامه غير انه ينفذ ومش قدامه غير انه ينفذ للاهلي اللي طلبه ويروح اعارة او انه يتصرف ويتواصل مع فريقه البرتغالي علشان يقنعه بتزديد جزء من الغرامة اللي عليه هل كده كهربا تورط اكتر من الاول وهي الدفع يا الايقاف تفتكره ممكن يتصرف ازاي وهل لو تم ايقافه هيتقلوا باي باي كهربا من الاهلي